نجلو نتنياهو عاد هذا الإسبوع إلى المجمع السكني الفاخر الذي يقضي فيه بهدوء وقته في مايام الأمريكية هو لم يقاتل في خان يونس في الوقت الذي يكرر فيه والده شعارة نحن سنواصل الحرب حتى الانتصار الكامل نجلو يواف جالاند وزير الدفاع الإسرائيلي لم يعد من المكان الذي يعيش فيه في شيكاغو حتى اللحظة منذ السابع من أكتوبر نجلو وزير المالية الإسرائيلي بلغ العشرين من عمره ولم يرى والده أنه من واجبه التجنيد الذي يعلن في الوقت نفسه أن وقف الحرب في غزة هو خطوة خطيرة بهذه المقدمة التي تنطوي على سخرية ونقد لاذع استهل الكاتب الإسرائيلي أوري ميسغاف مقارا له في صحيفتها أارتس الإسرائيلية انتقد فيه إعلان قادة إسرائيل بشكل تلقائي ضرورة مواصلة الحرب إلى ما لا نهاية فمن وجهة نظر معظم العائلات الإسرائيلية التي تحدث إليهم الكاتب فهم يرون أنه لم يعد لدى إسرائيل ما تكسبه من الحرب في غزة وأن الانتصار الكامل الذي يبحث عنه نتنياه ورفاقه هو شعار غير مكتمل بعد عدد القتل من المدنيين والعسكريين الإسرائيليين وملحمة الأسر التي عاشها الأهالي داخل إسرائيل واختتم المقال بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يوضح خطته لليوم التالي ويقول معارضه في إسرائيل الذين يتهمونه بالفشل الأمني والاستخباراتي الذي جعل هجمات حماس في السابع من أكتوبر ممكنة إن خطة نتنياه الحقيقية والوحيدة هي البقاء في السلطة وتجنب الإدانة بتهم الفساد الخطيرة التي يواجهها ترجمة نانسي قنقر